أتقدم لكم معلناً اعتزام الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية لم تأتي ردود الأفعال في الشرع السياسي المصري بما يمكن اعتباره مفاجئاً أو جديداً إذا إعلان وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي اعتزامه الترشح للرئاسة خصمه الأول جماعة الإخوان المسلمين اعتبرت الإعلان اعترافاً صريحاً لا تنقصه الأدلة على تخطيطه بالتآمر على الشرعية الدستورية وانقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي حسب ما جاء على موقع إخوان أونلاين حزب مصر القوية الذي يترأسه عبد المنعم أبو الفتوح قال على لسان المتحدث باسمه إن السيسي أعلن ترسيخ عمليات الانقلاب العسكري في مصر بترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية مضيفاً أن الحزب ثابت على مواقفه التي أكد فيها أن ما حدث في الثالث من يوليو انقلاب عسكري أما حمدين صباحي منافس السيسي المحتمل والوحيد حتى الآن فأكد أنه يرحب بترشح المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية وأضاف عبر تغريدة له على تويتر إن مصر تسعى لانتخابات ديمقراطية نزيهة شفافة تضمن حياد الدولة وحق الشعب في اختيار رئيسه بإرادته الحرة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي قال إن استقالة المشير عبد الفتاح السيسي كانت متوقعة وترشحه لرئاسة الجمهورية مفروغ منه وكل الأمور حسب قوله تسير كما توقعناها موقف حزب الدستور على لسان المتحدث باسمه كانت تأكيد على حق السيسي في الترشح لكن الحزب سيدعم مرشحا مدنيا ينتمي لثورة الخامس والعشرين من يناير أما عن حزب النور فقد رحب نادر بكر مساعد رئيس الحزب لشؤون الإعلام بإعلان عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المستقيل خوضه سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة واصفا خطابه للشعب بأنه صادق وصريح ناصر فرغلي بي بي سي ترجمة نانسي قنقر